في الجولة الثالثة من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليز والتي ستكون جولة لتأكيد الانطلاقة بالنسبة لفرق الصدارة من جهة وللاستفاقة بالنسبة للفرق المتعثرة من جهة أخرى في هذه الجولة يسافر فريق جمعية الخروب إلى مدينة العلمة لملاقات الفريق المحلية على ملعب الشهيد مسعود زوجار يذكر أن المولودية مونية بهزيمة في المباراة الأخيرة التي جمعته مع نادي أهل بورجبوري ريج بثلاثة أهداف لهدف واحد من جهة أخرى وبمعنوية مرتفعة سيلتقي متصدرات ترتيب جمعية الشلف وأمل بوسعادة على ملعب مختار عبداللطيف بمدينة بوسعادة مباراة بست نقاط وعنوانها الأبرز هو فض الشراكة صاحباء المركز العاشر والحادي عشر اتحاد حجوت واتحاد الشاوية في قمة نارية بمدينة حجوت ثلاث نقاط في الحسبان والخطأ غير مقبول من الجانبين إلى العاصمة أين يستقبل نادي بارادو متذيل الترتيب شبيبة بجايا على ملعب عمر حمادي ببولغين مباراة يسعى من خلالها أبناء بجايا للاستفاقة بالرغم من صعوبة المهمة أمام خصم عنيد يتقن التفاوض داخل أرضية ميدانه في ملعب شهيد ماملياس بلمدية استقبلوا الأولمبي شباب أهل بورجبوري ريج المنتشي بفوز مستحق على حساب ملودية العلمة في آخر جولة كما ينتظر جماهير شبيبة سكيكدا مواصلة فريقهم المسير عندما يستقبلون الضيفة اتحاد بل عباس والأنظر موجهة صوب النقاط الثلاث ملعب الحبيب بوعقل بوهران يواجه فيه أولمبي أرزيو صاحب المركز الرابع ملودية السعيدة صاحب المركز الثامن في حين ستجمع القمة بين شباب عين الفكرون المتأهب لمقارعة ثالث الترتيب بشباب باتنا في قمة هذه الجولة لتبقى النقاط الثلاث والتقدم في سلم الترتيب هدفا في قلب كل فريق من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية